بسم الله الرحمن الرحيم انا هنكمل برضو صفحة 9 هنا عندنا حاجة يعني صفحتين هما بيلغبطوا ناس كتير والدنيا فيهم مش الفكرة في اللغبطة بس بس احنا اسمنهم بطريقة حلوة يعني عندك دلوقتي اربعة اول اربعة بزور او اول اربعة مفهوم شو مية او محواليهم شو مية انما البقيين حواليهم مية يعني انت لو بصيت دول هتلاقي في مية هنا في مية في مية في مية حواليها هيبقى انت ايه كده ايه مش في دول اكيد طيب ايه الاربع دول او ايه دول ايه فكرتهم افرقهم ازاي عن بعض هقولك فاكر المقصرات بتاعة العيد او بتاعة رمضان يعني ارجع كده الايام رمضان الجميلة وافتكر المقصرات هقولك بص دي عين جمل دي شبه عين الجمل طيب دي شبه البندق ماشي ودي شبه اللي هي زي الاراسيا كده السودة كده زي الحاجات السودة دي طيب ده ايه ده زرار اكتب عليهم كده من فوق او من الجمل دي عين جمل شبه عين الجمل ده شبه الزرار عادي خالص زرار القميز زرار بانطلون وتفعر بقى هي شبه الزرار ده شبه البندق او شبه اللا اي حاجة بقى من المقصرات دي تمام ودي سودة خالص ده ممكن تعلمها بانها سودة طيب يا دكتور ايه بقى دول او ايه فكرتهم اقولك بص دول حاجات توكسن وبيطلعوا حاجات توكسن وليهم انت دلوقتي عايزك تعرف ايه دي او ايه السيد دي اولا طيب ثانيا عايزك تعرف بتاعها وعايزك تعرف بتاعها اخر حاجة عايزك تعرفها هي الديفرينشال دياجنوز والديفرينشال دياجنوز سهل هنسكمه بحيث ان انت ايه ما تحفظوش اصلا طب يا دكتور ايه بقى دول اولا هقولك دي اللي هي عين الجمل اسمها ناط ميج سيد ناط ميج سيد دي اللي هي الزرار اسمها دي اللي شبه البندو اية دي اسمها كاستر اويل سيد بندو او شبه العجوة كده تمام كاستر اويل سيد دي السودة خالص دي اسمها كروتون اويل سيد كروتون اويل سيد عين الجمل دي الزرار دي اللي شبه البندو او العجوة القراسية كروتون اويل سيد اللي شبه القراسية الدياجنوز بتاعها هو اسمها يعني انت دلوقتي الدياجنوز هنا ايه ده ناطمج سيد الدياجنوز هنا ايه في الزرار طب هنا كاستر اويل سيد كروتون اويل سيد يعني انت مش هتعمل اي حاجة في الدياجنوز هو من اسمها طب يا دكتور ايه الاكتف برينسبل اولا الاكتف برينسبل في الناطمج سيد اسمه ميريستيسين ميريستيسين الميريستيسين ده معروف انه هو مادة بتبوز الليفر او عاملة توكسين على الليفر يعني مادة سامة بالنسبة للليفر الليفر ما بيحبهاش يبقى الميريستيسين ده ايه هباتو توكسك هباتو توكسك الانتي دوت بتاعه للاسف ملوش انتي دوت طيب الليستريكنوس ناقص فوميكا سيد دي الاكتف برينسبل بتاعها الليستريكنين الليستريكنين ده نيورو توكسن نيورو توكسن كان كمان بيانتاجونايز اللي هي الاسيطايل كولين ريسبتور وكان بيانتاجونايز الجيلايستين ريسبتور يعني ما علينا يا دكتور كان بيعمل مشاكل كتيرة جدا نيورو توكسن بسبب انه هو نيورو توكسن كان بيعمل تشنجات في العضلات وممكن توصل لريسبيراتوري فيليار ممكن توصل لبلاوسه ده فطبيعي تشنجات يبقى هنا الانتي دوت بتاعها ديازيبام ديازيبام اللي هو انتي كونفولزن الكاستر اويل سيد كان الاكتف برينسبل بتاعها اسمه الرسم الرسم وجبنا سيرته قبل كده وكنا قيلين انه هو بيوقف عمليات تصنيع البروتين وبيكسر البروتينات فبالتالي هو بيانهبط البروتين سنسيسز الرسم كان مادة سامة وللأسف يا دكتور مالوش انتي دوت للأسف مالوش انتي دوت آخر حاجة وهي رقم 4 الكوروتون اويل سيد الكوروتون اويل سيد دي الاكتف برينسبل بتاعها هو الكوروتين هو الكوروتين موجود في السيد وفي الاويل بتاعه عيد يا دكتور اولا عن الجمل اسمه ناط ميج سيد الدياجنوز ناط ميج سيد سهلا الاكتف برينسبل المريستي سين يا دكتور ده كان هباتو توكسك الانتي دوت للأسف مالوش انتي دوت الزرار ده كان اسمه ستريكنس ناكس فوميك ستريكنس ناكس فوميك ستريكنس ناكس فوميك ستريكنس ناكس فوميك زرار 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 الاكتف برينسبل بتاعه كان الليستركنين والبروسين واللوجانين استركنين بروسين واللوجانين كنا قيلين ان الليستركنين ده نيورو توكسن انما الميريستيسين ده هباته توكسك الليستركنين كان بيعمل تشنجات يا دكتور وممكن توصل لرسبيراتوري فيليار والعيان يموت فعلى طول الانتيدوت ديا زبام الكاستر اويل سيد اللي هي كانت شبه العجوة او شبه البندق كاستر اويل سيد دياجنوز انما الاكتف برينسبل هو الرسين اللي كان بيينهبت البروتين سنسيسز مش علينا بس عايزك برضو ايه عشان ما تبقاش بتحفظ اسمه وخلاص الانتيدوت نوسب السفك انتيدوت يا دكتور مالوش انتيدوت الكروتون اويل سيد اللي هي كان الاكتف برينسبل بتاعها الكروتين طب يا دكتور اوصف هقولك هو الوصف سهل ممكن تشوفه من الرسمة مش محتاج اي حاجة يعني انت مثلا الرسمة دي هيقولك دي من ثلاثة لاربعة سنتي طول يعني طولها من ثلاثة لاربعة سنتي والسيرفس بتاعها او السطح بتاعها فيه تعرجات وكانوا بيستخدموها كفليفور كانوا بيستخدموها كفليفورينج ايجنت وفي الميديسن في مجال الميديسن كانوا بيستخدموها كجاستريكستيمولانت وكان فيه بعض الناس زمان قوي كانوا بيستخدموها في الابورشن كانوا بيستخدموها في عمليات الاجهات طبعا الغير شرعية اللي انت عارفة يبقى وصفها دي من ثلاثة لاربعة سنتي يا دكترا وكان السطح بتاعها فيه تشققات كده وتعرجات وكانوا بيستخدموها كفليفورينج ايجنت وفي الميديسن في الطب كانوا بيستخدموها كجاستريكستيمولانت او كانوا بيستخدموها زمان قوي في عمليات الاجهات والابورشن كانوا بيستخدموها كابورتيفيشينت طب الزرار ده انزامها هقولك زرار هارد وراوندد ناشف ومدور وشبه البوتون يعني هو اساسا شبه الزرار وليه سطحة كونكيف وحتة كونفيكس اي زرار بيبقى ليه كونكيف وكونفيكس طيب يبقى ده هارد وراوندد ناشف ومدور وشبه الزرار تمام وفيه سنترال هايلام عند الميدل بتاع البزرة بالزبط عند الميدل بتاع البزرة بالزبط هيقولك بعديها ان هو لونو جري وفالفت سيرفس لو حسيت عليه او مساكت البزرة دي كده قعدت تشوفها بايدك كده ولا بصبعك هتلاقيها عاملة زي الملمس الناعم اللي هو عارف القطيفة عارف القماش القطيفة ده هتلاقيها فالفت سيرفس هتلاقيها شبه القماش القطيفة كده تيجي الدقه هتلاقيها مرة مرة جدا مرة جدا بيتر بيتر تيست يبقى الزرار اللي ستريكنس ناكس فوميك اللي هو بيبقى هاردي يا دكتور وراوندت ممتاز شبه ايه شبه البوتون شبه الزرار وليكن كيف وكون فيكس وكمان في سنترال هايلام وكان لونو جري وفالفت سيرفس ناعم شبه القطيفة وكان مر جدا 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 ومالوش اودور مالوش ريحة هنا الكاستر اويل سيد او اللي كانت عاملة شبه العجوة او شبه البندقية كانت لارج وقوفل زي ما انت شايف في الصورة قدامك مش جاب حاجة من عندي وكانت واحد سنتي لينز طولها واحد سنتي لونها جري او برايت براون يعني لونها بني فاتح شوية وتحسها فيها لمعة لو صلطت عليها الضوء ولا حاجة تحسها بتلمع ماشي يا دكتور طب ايه الاكتف برينسبال بتاعها كنا قيلين انها ريسين ما تنساش ومالوش انتي دوت الكوروتون اويل سيد دي لارج و اوفل زي ما انت شايف كبيرة و اوفل واحد سنتيمتر في الطول طيب ولونها ايه دارك براون او اللي هو البني الغامق اوي درجة ان انت ممكن تشوفها اسود هي صودة اصلا بينا في الصورة صودة النوت ميج سيد 3 لاربعة سنتي في الطول 3 لاربعة سنتي في الطول وفارد سيرفس في ليفرينج ايجنت كانوا بيستخدموها زمان وي في الميديسين كانوا بيستخدموها كجستريك ستيمولانت والابورت ايفيشينت ايه المشكلة او ايه الاكتف برينسبل بتاعها الميريستي سين الميريستي سين ده كان ايه هبته توكسك وملوش انتدوت للأسف ده الزرار ده هارد وراوندد وشبه الزرار كان اسمه ايه استريكناس ناقص فوميك كان حتة كونفيكس وحتة كونكيف وكان لونه ايه؟ لونه جري ممتاز طب لو حسست عليه هتحس بايه؟ هحس بالقطيفة وكان مر جدا لو دقته وملوش اودر كان ايه اللي فيه؟ اللي فيه استريكني استريكنين بروسين لوجانين والانتدوت بتاعهم عشان كان بيعمل كونفولجن تدي دايا زباب ليه كان بيعمل كونفولجن؟ لانه نيورو توكسن مش علينا بس لازم يعني اعرفه عشان ما تبقاش بتحفظه خلاص ده العجوة او البندق كان اسمه كاستر اويل كاستر اويل سيد كان لارج كان كبير وقوفل وطوله حوالي واحد سنتي متر واحد سنتي متر كان لونه براون لميع شوية لو عملت عليه ضوء كدت هتلاقيه بيلمع كان الاكتف برينت بل بتاعه ريسن والانتدوت للأسف ملوش انتدوت الريسن كان بيعمل ايه؟ ليك مش اكتر كان بيينابت البروتين سنسيسن الكروتون اويل سيد اللي هي السودة اللي شبه الاراسيا لارجو اوفال يا دكتور وكانت واحد سنتيمتر طول ودارك براون لدرجة ان انت تشوفها لونها اسود كان فيها حاجة اسمها الكروتين موجود في السيد وفي الاويل بتاعه خلصنا اللي هم الاربع النشفين اللي ما حواليهم شو مية انما دول بقى اللي هم السغنانين اللي حواليهم مية او حواليهم زيت وطفر اللي حواليهم بس انت هتسكمهم بالمية طيب قولي بقى من الاول خاص اولا هنا دي حاجة عاملة شبه الكيلية شبه الكيدني كده بالضبط حاسنها شبه الكيدني او شبه القلب القلب الحب اللي هو بيترسم على الفيس ده طيب سمسم سمسم مش سمسم بقى اللي هو انا لأ ده سسم او سسم سسم سيد سسم سيد سسم سيد سسم سيد هنا ده الكابسكم ده اسمه كابسكم بص هنا السسم سيد دي عاملة شبه السمسم بالضبط يعني حباية سمسم غرق في ميه انت عارفين السمسم اكيد يا دي الكابسكم سيد لونها بني ولو خدت بالك من هنا شوية هتلاقي فيه حتة مدببة كده يعني لونها بني صغيرة ولونها بني وفيها حتة مدببة حتة ايه مدببة طيب ده ايه يا دكتور ده ايج بلانت سيد عاملة شبه العرف الصفار بتاع البيض وادي مثلا السفار وادي البيض ادي السفار وادي البيض يعني المية دي البيض مثلا وده السفار بتاع البيض الداتورة استرامونيام سيد دي اتنين كيلية جنب بعض بيجيبها لك اتنين كيلية جنب بعض بس هنا طويلة شوية تمام اتنين كدني جنب بعض اتنين كدني جنب بعض هنا بقى جماعة اللي هم اللي احنا قيلين اربعة غرقانين في مي اربعة غرقانين في مي او في زيت وطفر هو ايه هم غرقانين في مي ماشي اول حاجة اللي هي شبه الكدني حاجة كده هتلاقي شبه الكيلية شبه الايه كيلية كدني شاب كدني شاب شبه الكيلية بسمها داتورا فاستيوزا سيد داتورا فاستيوزا سيد هي هنا تقريبا مكتوبة يعني صلحوها خلو تي قبل الاس وحطوا يوم ما علينا اسمها داتورا فاستيوزا سيد هنا ده ايه يعني لو خدت بالك دقات شوية ده حبيت سمسم غرقانة في مي حبيت سمسم عادية خالص انتوا عارفين السمسم اكيد يعني مش سمسم اللي هو ده لا حسام لا ده سمسم كيبيسموها سسم سسم سيد سسم سيد سسم سيد سبعة لو خدت بالك هنا دقات دي حاجة لونها بني حاجة لونها ايه بني وليها حتة مدببة من قدام يعني فيها حتة مدببة كده بوينتد بوينتد اند بوينتد اند ماشي كان اسمها ايه اسمها الكابسكم سيد كابسكم سيد كابسكم سيد طب تمانية يا دكتور دي لو انت خدت بالك عاملة شبه الكاتكوت يعني هي شبه الكاتكوت طيب بلاش الكاتكوت الكاتكوت كان قبل ما يبقى كاتكوت كان ايه كان صفار البيض وحواليه البياض بتاع البيضة يعني دي الصفار وده البياض يعني دي الصفار وده البياض بتاع البيضة كان اسمه ايه ايج بلانت سيد هو من اسمه بيضة ايج بلانت سيد طب الاخيرة بقى دكتور اللي هي رقم تسعة كانتنين كيدني لازئين جنب بعض داتورا استرامونيوم سيد داتورا استرامونيوم سيد اتنين كيدني لازئين جنب بعض او صورتين بزريتين كيدني شبه الكيدني بالزبط شبه كليتين كيليا غرقانة في مية داتورة فاستيوزة سيد سمسيماية غرقانة في مية سيسم سيد كابسكم سيد اللي هي بني وليها حتة مدبابة بوينتد ودي ايه دي الصفار والبيض بتاع البيضة ايج بيلانت سيد داتورة استرامونيام سيد اتنين كيدني جنب بعض ايه الدياجنوز الدياجنوز على اسمه داتورة فاستيوزة سيد يبقى الدياجنوز داتورة فاستيوزة سيد سيسم يبقى سيسم سيد كابسكم يبقى كابسكم سيد الايج يبقى ايج بيلانت سيد اظن الموضوع سهل الداتورة استرامونيام يبقى الدياجنوز داتورة استرامونيام سيد طب ايه الاكتف برينسبل الاكتف برينسبل هنا كان الاتروبين والهايوسين والهايوسيامين كانوا بيطلعوا من الداتورة ده الاكتف برينسبل بتاعهم الاتروبين وانت عارف بقى الاتروبين كان بيعمل ايه دلوقتي عايزين الانتدوت الانتدوت ايه الفايزو استجمين الفايزو استجمين الفايزو استجمين طب السسم يا دكتور لأ ما كانش فيه اكتف برينسبل والحقيقة مالوش انتدوت طب الكابيسكم سيد يا دكتور كان ايه اسمه الاكتف برينسبل بتاعه الكابيسي الانتدوت مالوش انتدوت طب الاكتف بلانت يا دكتور مالوش اكتف برينسبل ومالوش انتدوت طيب يا دكتور الداتورة استرامونيوم الاكتف برينسبل بتاعهم اقولك داتورة كنا قيلين في الداتورة فاستيوزة ان الاكتف برينسبل بتاعهم اتروبين وهيوسين وهيوسيمين يبقى دي داتوراسترامونيوم فيها ايه زي يختهى أتروبين وهيوسين وهيوسيامين والأنتي دوت بتاعها فايزو إستيجمين فايزو إستيجمين الأنتي دوت طيب يا دكتورة دلوقتي عايزين نوصف الديسكريبشن اولا دي 4 ملي متر في اللينز يعني حاجة صغيرة خالص بالملي ولايت براون زي ما انت شايف بني خفيفة وشبه ايه شبه الكيدني يبقى دي كيدني شيب وما من ليتة سيرفس وطبعا التست بتاعها مر جدا التست بتاعها بيتر المزاق بتاعها مر بيتر ده ايه ده السيسم السيسم شبه السيسم يبقى افايد تمام بايكون فيكس يبقى ده من 2 ل 3 ملي في الطول ولايت براون بني فاتح جدا ممكن يكون مدي على صفر ونو مميليشن ما عليهوش مميليشن انما الكابيس كامسيد من 2 ل 3 في الطول ملي طبعا لانه هم صغيرين انما التانيين اللي قابل دول كانوا بالسانتي انما دول بالملي كان لونه بالييلو بالييلو راوندد مع الاند بتاعه ليه بوينتد اند زي ما احنا عارفين وفلات وسموس ناعم وفلات وما فيش مميليتت مفيش مميليتت مفيش مميليتت وطعمه لازع يا دكتور طعمه بانجنت لازع طيب 2 ل 3 الاج بلانت سيد من 2 ل 3 ملي في الطول لايت براون بني فاتح تمام وليس راوندد او مور راوندد والسيرفس بتاعه سموس وعليه فاين مميليشن فاين مميليشن خد بالك الديسكريبشن يعني الديسكريبشن وصفي شوية ومش بيجي كتير طيب الديسكريبشن هنا 4 ملي في اللينز طبعا لايت براون كيدني شيب وفاين مميليتت انما هنا مفيش مميليتت لايت براون و2-3 ملي في اللينز هنا الكابسكم 2 ل3 ملي في اللينز ييلو بالييلو راوندد فلات وسموس طب الايج يا دكتور 2-3 لايت براون وامور او ليس راوندد وسموس سيرفس وفاين مميليشن انما هنا 3-4 ملي في اللينز وكيدني شيب وفاين مميليتت وطبعا بلاك في الكالر زي ما انت شايف لونها اسود لونها ايه؟ اسود يبقى دي زي الداتورة يعني كيدني شيب زيها فاين مميليتت زيها ويه الفرق ان هي بلاك انما دي كانت لايت براون طب يا دكتور الديفرينشال دياجنوز بقى انت ملتوش اولا هنا الديفرينشال دياجنوز بتاع الكاستر اويل سيد اكتب الكروتون اويل سيد لو جالك الكروتون اويل سيد اكتب الكاستر اويل سيد اظن سهلا طب هنا لو جالك اي واحدة فيهم اكتب التلاتة الباقيين يعني لو جالك الداتورة فاستيوزة تقوم جاي يكاتب السسم والكابيسكم سيد والإيج بلانت سيد جالك السسم تقوم جاي يكاتب الداتورة فاستيوزة والكابيسكم سيد والإيج بلانت سيد أظن سهل أبرد طب جالك الكابيسكم نفسه تمام هتكتب ايه الداتورة فاستيوزة والسسم والإيج بلانت جالك الإيج بلانت هتكتب الداتورة فاستيوزة والسسم والكابيسكم سيد جالك بقى الداتورة سترامونيوم دي تكتب ايه الداتورة فاستيوزة والأونيون سيد والبلاك بيبر سيد تمام يعني دي اللي مفاش سكيم شوي داتورة فاستيوزة والأونيون والبلاك بيبر سيد كنا قايلين دي عين الجمل دي الزرار دي البندقية او العجوية كان الأكتب هنا كروتين هنا ريسين هنا ستركنين هنا مستريستي تمام مريستيسين 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 كان المريستيسين الانتدوت هنا في ايه مفيش انتدوت يا دكتور طيب اللي ستركنين يبقى دايزي باب الرسين يبقى مفيش سبيستيفك انتدوت الكروتين مفيش طب هنا يا دكتور الداتورة فاستيوزة كان الأكتف برينسيبل بتاعها الأتروبين والهايوسين والهايوسيامين كان الانتدوت بتاعهم فايزوستيجمين طب السيسم سيد ما كانش فيه اكتف برينسيبل ولا كان فيه انتدوت طب الكابسكم سيد يا دكتور اللي هي كانت بنية ومدببة كان فيها ايه كابسين وما في الهووش انتدوت طب الاجبلانت اللي فيها دأ ولا ده طيب الداتورة سترامونيام سيد كان فيها الأكتف برينسيبل الأتروبين وهيوسين وهيوسيامين كان أنتدوت بتاعهم فايزوستيجمين دفرينشال دياجنوز داتورة فاستيوزة وكان الأونيون سيد والبلاك بيبر سيد هنا اللي اجي لك فيهم اكتبت ثلاثة اخواتها اللي اجي لك الواحدة فيهم اكتبت ثلاثة اخواتها جات لك دي اكتبت ثلاثة دول جات لك دي اكتبت ثلاثة دول خلاص اظن سهل الموضوع مفروش اي حاجة دي شبه الكيدني ودي شبه السمسم اللي غرقانه في مية ودي بنيه ومدببه فيها حتى مدببه ودي شبه البيض خلاص ده الصفار وده البيض ده اتنين كدني جنب بعض ده اتنين كدني جنب بعض ماشي هنا ال machINA هنا مفيش ديفيرينشال دياجنوز هنا مفيش ديفيرينشال دياجنوز و الشخص ولستريكوس نكسه مالهمش ديفيرينشال دياجنوز إنما الكاستر اويل سيد والكروتون اويل سيد اللي اجيلك فيهم اكتبو اخته يعني جالك الكاستر اويل اكتب الكروتون اويل جالك الكروتون اويل اكتب الكاستر اويل احفظ معي احفظ معي مش هسيبك لما تحفظ تخلص الفيديو وانت حافظ مش عايزك تذاكر تمام ده ايه عين الجمل ناط ميج إنما ده ايه زرار 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 يبقى ده ستركنا سنقص فامك ده ايه عجوة أو بندو يبقى دا كاستر اويل سيد دا ايه القرس يا كروتون اويل سيد طب قللي الاكتف برينسبل والانتدوت يا دكتور اولا للنوت ميك سيد دا كان فيه ميريستيسين كان هيباتو توكسيك وكان الانتدوت بتاعه ملوش اللي استركنس نوكس فوميكا من اسمه كان استركنين بروسين لوجانين كان ايه الاستركنين دا نيروتوكسن بيعملتش النجات يبقى انتدوت دا يا زباب الكاستر اويل سيد كان الاكتف برينسبل ريسين كان بيعمل ايه ايه شاطر انهيبشن للبروتين سينسيس ما كانش ليه انتدوت الكروتون اويل سيد دي كانت كروتين ويه موجودة في السيد وفي الاويل اظن الديسكريبشن ايه اظن سهل ما فيهوش حاجة فالنوت ميك كانوا بيستخدموها كفليفورينج ايجينت وفي الميديسين كانت ايه جاستريك استيمولانت وفي الاجهاض ابورتيفيشينت طيب يا دكتور هنا كان ايه نظام هقولك دا كانت شابه الزرار هارد وراوندد زرار كأنك بتوصف زرار بس زرار ناعم فيلفت وغري في الكالر ويه طعمه مور او بيتر تيست ونو اودر طيب هنا نفس الكلام كأنك بتوصف حبات البندق لارج و اوفل وجري او برايت براونش فيها جري او براي لونها جري مع برايت براونش تثبت وفيها سطح لميع كده تحس ان هي لميع لاسترس الكوروتون اويل الكوروتون اويل سيد دي لارج و اوفل ولونها دارك براون تحس انها سودة وواحد سنتيمتر طبعا في الطول هنا نفس الكلام هنعيد تاني دي ايه الكيدني كيدني شيب يبقى دي داتورة فاستيوزة دي السمسم سيسم سيد دي البني و مدببة بوينت يبقى كابسكوم سيد دي بياض و صفار يبقى دي ايك بلانت السيد طب دي اتنين كيدني جنب بعض يبقى داتورة سترامونيام سيد ايه الاكتف برينسبل اولا دي فيها اتروبين وهيوسين وهيوسيمين كان الانتدوت فايزوستيجمين والداتورة سترامونيام اختها كانت نفس الكلام اتروبين وهيوسين وهيوسيمين وانتدوت فايزوستيجمين طيب الديفرينشال دياجنوز بتاع الداتورة فاستيوزة كان اكتب الثلاثة اللي جنبها اخوتها السيسم والكابيسكم والإيج بلانت طيب الداتورة سترامونيا ما الديفرينشال دياجنوز ايه داتورة فاستيوزة اختها والأونيون سيد والبلاك بيبر سيد طيب الإيج يا دكتور الأكتف برينسيبل بتاعها كان ايه مفيش والأنتي دوت مفيش الكابيسكم سيد كان كابيسين ايه الأنتي دوت بتاعها ملهاش طيب السيسم ايه الأكتف برينسيبل ملهاش طيب الأنتي دوت ملهاش خلاص خلاص اظن كده ايه اتحفظت طيب الديسكريبشن 4 ملي متر في اللينس وشبه الكيدني وفاين ما مليتت زي هنا كيدني وفاين ما مليتت بس هنا لونها بلاك سودا طيب يا دكتور هنا كانت ايه لايت براون هنا نفس الكلام بأوصف حبات السيسم السيمسم افويد باي كونفيكس واثنين لتلاتة في الطول ولايت براون بني فاتح ونو مليشن نو مليشن وهنا برضو كانت نو مليشن كابيسكم والسيمسم دو مليشن انما الباقي في مليشن اتنين لتلاتة زي السيمسم واثنين لتلاتة زي الاج طيب هنا كانت ايه لونها بيه ليلو انما هنا كانت لايت براون راوندد مع بوينتد اند ليها حتة مدببة وكاد في لات وسموس ونو مليتت هنا الاج دي كانت انظامها لايت براون وليس راوندد او مور راوندد وكانت سموس طبعا وايه فاين مليشن اشتركوا في القناة